دلوقتي الناس اللي ابتقع في يعني الابتزاز بقى الناس امتى لما بتحس ده تروح ازاي وتعمل ايه وتتصرف ازاي وهل فعلا فيه شكل قانوني الان وبيقدر يحميهم طبعا اوضح الكلام ده لحضرتك فين قطتين بس لازم اوضحهم نمر واحد لازم الكل يعلم ان الانترنت دايما بيتعمل في سلعة بمعنى ايه سلعة اما بيروج لسلعة بيعرض سلعات معاناة ان ما كانش بيعمل كده فيكون المستخدم نفسه هو السلعة المستخدم نفسه انا وحضرتك ووليده هو السلعة ازاي السلعة ياما هو بيختارك ويحصل على معلوماته من جهات متعددة ياما بيستخدمه الفولورز وبتاعه حاجات من دي نمر اتنين برضو عاوزين نؤكد عليها بس امانة ان مفيش جاني او نصاب بينجح في اتمام جريمته 100% اللي بمساعدة المجن عليه المجن عليه اللي هو الضحية ياما نتيجة عدم الوعي نتيجة ده عنده امية رقمية صح كده؟ اه فاحنا زي ما بنقول في الطب الوقاية خيره من علاج يبقى التوعية التكنولوجية ومحول امية رقمية دول خط الدفاع الاول نيجي بقى نبص على دور الدولة ووزارة الداخلية في مواجهة مثل هذه النواية من الجرائم والحمد لله جهاز الشرطة من سنة 2002 كان عنده رؤية استشرافية لما قد يحدث من الزيادة المضطردة على الانترنت والسوشيال ميديا من مظاهر سلبية وجرائم مستحدثة زي نصب الالكتروني والاختراكات والابتزاد الالكتروني وساركة الكريديت كارت والانتحال الصفة والسابة والخصفة كل الجرائم دي كلها اصبحت تتم عبر السوشيال ميديا والانترنت فانشاية ادارة خاصة والكل اعتقد النهار دي اعلامها الناس عندها على الانترنت والليا هوتلاين 108 بنقول للناس كلهم ديها هوتلاين الهوتلاين بتاع 108 على مدار الساعة يعني مثلا نرفع السماعة كلم 108 وقلهم متعرضة لكذا في موقع كذا أبلغ عن حاجة معينة طبعا في حضرتك عفوا مش حاجات كايدية حاجات حقيقية لا لا كايدية دي بتعرف على الطول انما هو لما يبلغ لابد ان احنا دوت هو اعتبر في الجرائم التكنولوجية ده مسرح الجريمة التليفون او الموبايل عشان ايه انا جات لرسالة سب او قصف او جات لرسالة تهديد امسحها واخاف او صور فيها ابتزاز احتفظ بيها بقى يعني ما يجي لي بقى رسالة كده انا منها احتفظ بيها تروح للسادة الزبط وهناك مجموعة من السادة الزبط في غاية الكفاءة مهندسين ومهنيين وحرفيين بيقولهم والله انا جات لي ابتزاز او حصل لي رسالة ادي التليفون اللي جالي او دي ادي اللي بتاع بيتلقوا البلاغة ادارة مباحث الانترنت دي في مقرها في ميدان العباسية في ادارة مباحث الانترنت او المتعرض لهذا الجرائم يروح يبلغ الاناكة بتيجي عشان نقدر نعرف ان الانترنت وزادة اخناها تعمل تبقى للقانون بتتلقى بلاغ المواطن تمام وبتعرض عن نيابة ان فيه حصل كذا كذا ان سادة ناب يستصدر يد قرار بالتعامل مع الاي سبيز اللي هما شركات مقدمة خدمة الانترنت هنا في مصر يحددوا الاي بي ويقدروا يوصلوا للمتهم ويتم محاكمته تبقى لقانون 175 لسنة 2018 قانون مكافحة جرائم تكنية المعلومات وقانون التصالات وقانون حماية البنات الشخصية وعدة قوانين يتم من خلالها تقديم هذا الجاني الى المحاكمة